اشتركوا في القناة الذي تكرم بافتتاح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه واشارت معاليها ان ما تضمنته برقية سموها الكريمة من كلمات معبرة تعكس رؤية سموها الحكيمة ودعم سموها اللامحدود لدور المجلس النيابي في تعزيز مسيرة الديمقراطية التي ارساها حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه والتي رسخت وعززت دور المرأة البحرينية وفتحت امامها افاقا واسعا للمشاركة في نماء الوطن وتقدمه واضافت ان ما جاء في برقية سموها يشكل وساما للفخر والاعتزاز وحافزا لحمل المسئولية الوطنية لمواصلة العمل من اجل زيادة النجاحات والانجازات لمملكة البحرين في شتى القطاعات لاسيما للمرأة البحرينية التي تعيش ازهى عصورها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه واكدت ان انجازات ومبادرات المجلس الاعلى للمرأة بقيادة سمو قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله هي موضع فخر وتقدير للبحرين وشعبها فتوجيهات سموها الرفيعة والجهود الحثيثة التي تبذل لتقدم المرأة وتعزيز دورها المجتمعي شكلت ولا تزال قصة نجاح بحرينية حضارية نتشرف دائما بان تكون ضمن اولويات عملنا النيابي باعتبارها نموذجا رائدا ومتميزا نرى دائما الاعجاب به والثناء عليه خلال مشاركاتنا في المحافل البرلمانية الاقليمية والدولية داعية المولى العلي القدير ان يوفق سموها ويسدد على طريق الخير خطاها في كل ما فيه خير المملكة وللمرأة البحرينية التي تحمل لسموها كل مشاعر المحبة والتقدير اشتركوا في القناة